طيب ثلاثة الاهل يكون منتخب نشآت الطائرة للفوز على تشيلي بمونديال المجر منتخب النشآت في كرة الطائرة بيلعب برضو بطولة العالم زي ما شفت حضراتكم كل الأخبار اللي احنا بالأولى النهاردة مع المنتخبات ومازال كل أخبارنا مع المنتخبات منتخبنا الوطني نشآت الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني الكابتن محمد مهران فاز على منتخب تشيلي بنتيجة 3-0 في تاني مطش ليهم بالمجموعة الأولى في بطولة العالم واللي بتتلعب في كرواتيا والمجر في الفترة من 30 يوليو والحد 12 أغسطس وجاءت نتيجة الأشواط 25-15-25-19-25-21 منتخبنا كان كسب في الجولة الأولى منتخب الكاميرون بنفس نتيجة يلعب بكرة مع منتخب الأرجنتين صعبة شوية الأرجنتين فريق تيل في الجولة الثالثة بس كل توفيق طبعا للمنتخب مصر بتلعب في المجموعة الأولى ومعها المجر الأرجنتين الكاميرون للصين تشيلي المنتخب يضم في صفوفه 3 لعبة من الأهل يوم مفرح الحناوي فريدة أسامة الزرقى رماز أشرف العفيفي دولة 3 لعبات من النادي الأهلي منتخبنا كان صعد للبطولة دي بعد يفوزه بلقب أفريقيا على المنتخب الكاميرون في البطولة وتلعبت في نيجيريا في الصيف السنة اللي فاتت وبنقابل الكاميرون تاني في هذه البطولة وبنفوز عليهم أيضا كل التوفيق طبعا للكرة الطائرة رجال وسيدات الحقيقة برضو منتخب مصر كبير في الرجال يعني بيستعد بقوة أيضا لإستراكاته القادمة وخلينا أقول حاجة أن طبعا عودة أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال أكيد ضفت لقوة كبيرة ويمكن ده بعد قدوم المدير الفني الأجنبي الحقيقة يعني عمل روح جديدة فأصبح اللاعبين جاهزين أن هم يشاركوا ويشاركوا بقوة مع منتخباتهم وهو ده اللي احنا بنقوله توفير جهاز فني على أعلى مستوى أكيد ده لوحده زي روي رانا في الكندي في كرة السلة ده في حد ذاته جهاز الفني لما بيبقى قوي بيبقى عامل جذب لللاعبين حدش بيعتذر كله عايز يروح لمنتخب مصر وده بتبقى بداية النجاح وهو رأس المنظومة الفنية أن يكون على مستوى عالي ويكون عامل روح فنية في أكبر